بسم الله الرحمن الرحيم الكلام فيما لو ترك الإنسان جزءاً أو شرطاً من الصلاة سهواً لا عمدة وما أمكنه التدارك انسد عليه الطريق فإن كان الفائت ركناً بطلت صلاته وإن كان غير ركناً صحة زين كيف ينسد الخط بحيث لا يمكنه التدارك ثلاثة موارد تسبب منعه من الرجوع واحد الدخول في ركن لاحق شخص ركع الركعة الثانية مثلاً ثم تذكر أنه فاتته الحمد والسورة نسه يجيبهم ما في مجال يرجع لأن الركع وصلاته صحيحة لأن الحمد والسورة ليس ركنين نفس المثال ركع الركعة الثانية تذكر أنه ما سجد السجدتين في الركعة الأولى ما عنده مجال للرجوع لأنه ركع وصلاته باطلة لأنه فاتته السجدتان والسجدتان ركن إذن إذا دخل في ركن وتذكر فوت شيئاً هذا الشيء إن لم يكن ركناً الصلاة ماضية كان ركناً الصلاة باطلة ليش ما يرجع ما يقدر يرجع لأن دخل في ركن خلص نسد عليه الخط هذا واحد اثنين أما لو فرضنا في نفس المثال حتى لا تتشابك القضية ركع ركوع الركعة الثانية وتذكر أنه فاتته سجدة واحدة من الركعة الأولى صلاته صحيحة لأن السجدة الواحدة ليست ركناً يمضي الحين إذا مضى شيء سوي بعدين يقضي السجدة يجيب سجود السهو هذه مسألة أخرى فقط نريد نقول صلاته صحيحة لو شك في اتيانه بالسجدة الثانية ف وكان لم يتجاوز المحل بعد لم يتجاوز المفروض ينزل يسجد نزل لما وصلت جبهته إلى التربة تذكر أنه كان قد أتى بالسجدتين فصارت هذه ثالثة ما يضر لأن السجدة الواحدة ليست ركنا فلا زيادتها مبطلة ولا نقيصتها مبطلة سهو الحج كل سهو هذا القسم الأول المورد الثاني الذي لا مجال فيه للتدارك لو انتهى من صلاته وأتى بالمنافي خلص الصلاة سلم قام استجبر القبلة مشى تكلم فعل أمورا تنافي الصلاة ثم تذكر أنه قد فاته شيء شنو هذا الفاته مر ركن ومر مركن إن كان ركنا بطلت صلاته تذكر أنه ترك السجدتين من الركعة الأخيرة مثلا ما سجدهما الحين قام وراح مشى قبر ربع ساعة ذكر خلص صلاته باطلة لأنه فوت ركنا ولا مجال للتدارك ليش لا مجال لأنه فعل المنافي فعل المنافي استدبر القبلة مشى تكلم زين لو تذكر أنه ترك شيئا غير ركني من قام مشى عقب ربع ساعة اذكر أنه ترك التشهد الأخير مثلا لا مشكلة صلاته صحيحة لأنه ما ترك ركنا يقول زين الحين أجيب التشهد شا تجيب منه خلص انتهت هذا التشهد جزء من الصلاة ما في مجال أن تربط بالصلاة زين ليش إحنا قلنا إذا قام واستدبر القبلة وتكلم لأنه إذا ما فعل المنافي وفرض وتسلم سلم وشال المسباح قام يسبح تسبيح الزهراء عليها السلام وجاب التسبيح وقرأ دعاء دعائين مرة وحدة هو قاعد أمام القبلة لستدبرها هايش ما مسوي قاعد يذكر الله جل وعلا اتذكر أنا ما اسجدت هالسجدتين الأخيرتين بعده ما خربت صلاته ما جاب منافي يسجد السجدتين ويقعد يتشهد ويسلم اتذكر أنه ما جاي بالتشهد ما في مشكلة هو على قاعدته يتشهد ويسلم وما فيها مشكلة صلاته صحيحة ما دام ما أتى بالمنافي الحين ممكن واحد يسأل يقول هذه القاعدة كلها التسبيح الدعاء الذكر هذا مو منافي لا ليس منافية الحين لو واحد بنص الصلاة بنص الصلاة بالركوع بالركوع عجب يذكر الله سبحانه وتعالى عقب ما قال سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع يما واحد يقرأ دعاء حلاه عظم البلاء وبرح الخفاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء ومنعت متقروها ومنعت هذه غالبا غلط هذه غالبا يقروها غلط من الأغلاط الشائعة ومنعت السماء ومنعت السماء يعني السماء منعت قطرها المهم صار يقرأ هذا الدعاء فرقها شيء نحوي هذا مبني للمجهول وهذا مبني للمعلوم المناسب للدعاء المبني للمعلوم منعت خطأ هاي من الأخطاء الشائعة زين يقرأ سؤال حين ما دام جبنا هالدعاء بالأثناء المعنى يختلف زين الحين هذا الدعاء الشريف نفسه أكو فيه توسل برسول الله وبأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان يصير هذا يقرأ بالصلاة لا ما يصير البارحة قلنا من يقرأ هذا صار كلام مع النبي والإمام والكلام مع غير الله تعالى في الصلاة لا يصح بس يقرأ الجمل الأول إله عظم البلاء وبرح الخفاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وإليك يا رب المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخى يكلم الله سبحانه يجوز يجوز كذلك لو سلم وجاب أذكار هو تسبيح الزهران عليه السلام مجموعة أذكار أربعا وثلاثون تكبيرة ثلاث وثلاثون تحميدة ثلاث وثلاثون تسبيحة ذكر ذكر الله سبحانه أي ذكر جابه ثم التفت ما يعتبر خارجا من الصلاة فبإمكانه التدارك لكن إذا أتى بالمنافي خلاص انسد عليه الخط فإن كان الفائ تركن بص وطلت الصلاة كان غير ركن لا شيء عليه لا قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز تجريان في حالة الشك إذا شك أنه فلان شغل سواها ما سواها الآن كلامنا تيقن أنه ما فعل هذه اثنين القضية الثانية القضية الثالثة لو فات محل التدارك شوفوا مرة قلنا لو دخل في ركن مرة لو انتهى من صلاته هاي اثنين مرة فات محل التدارك شلون يعني فات محل التدارك هناك اشياء في الصلاة مترابطة بعضها مع البعض مثلا في السجود الانسان لما يسجد يكون يقول سبحان ربي الاعلى وبحمده يقولها في حالة اطمئنان جسم مستقر مساجده الاخرى غير الجبهة يداه كفاه ركبته رأس ابهاميه تكون موضوعة على الارض هذه شروط فرضنا هو بالسجود ساجد قال سبحان ربي الاعلى وبحمده لكن بعض هالامور ما وجد كان رافع ايده مثلا قاعد يسبح صار شي رجلة قام تتحك شار رجلة مو ملتفت مو ملتفت اذا التفت وهو بالسجود يعد الوضع ويجيب الذكر لا ما التفت عقب ما قاعد من السجود قال انا رجلي رفعتها ايدي رفعتها ما في مجال يدارك ليش لان هو المطلوب منه يجيب الذكر بطريقة معينة الذكر اتي به بعد ما في مجال يدارك يرجع يجيب هذا الذكر مثال اخر اوضح من هذا قرى الحمد والسورة والسورة المفروض الانسان لما يقرأ الحمد والسورة وبكل الصلاة المفروض يكون مطمئن هذه مسألة الطمأنينة شوية ركز عليها كثير كثير من المؤمنين هذه الطمأنينة مو ملتزم فيها يجي متوضي يجي رأسا يوقف لا يأذن ولا يقيم رأسا يكبر تكبيرة الاحرام ما يخالف مو لازم يتأذن وتقيم مستحبان كبر بدأ يقرأ الحمد يقوم ينزل ارداناته هو يقرأ الحمد والسورة وبنص السورة خلص التنزيل طلع ساعته وقام يلبسه وحط غتره مالته والاعقال قام يعدله الى ان يخلص الحمد والسورة هو طول الوقت مشغول يريد يوفر في الوقت على اساس ليش بعدين يخليها هو يستفيد من الوقت هذا خرب صلاته هناك شيء اسمه الطمأنينة يكون اثناء القراءة كذا يكون جسمه مطمئن لا يتحرك طول من يبتدي يكبر تكبيرة الاحرام كثير ما ملتفت الهالشغل هاي يقرأ الحمد والسورة ويعدل بقضايا لو يحق جسمه لو يلبس ساعته لو ما يلبس نظارته الى اخره عموما الحين هذا ما كان ملتفت فكرة كان مشغول والحين كبر تكبيرة الاحرام وظل جسمه يتحرك مضطرب الى ان خلص الحمد والسورة من خلص قال انا اش سويت فرضنا بعده مو راكع لان اذا ركع رح يدخل في القسم الاول اللي دخل في ركن لا ما دخل في ركن ولا انتهى من صلاته لكن ما يقدر يدارك ليش ما يقدر يقول اقرأ الحمد مرة ثانية مع طمأنينة هي الحمد انقرت قرئت تمت انت اذا قريت مرة ثانية هذه مو الحمد المطلوبة الحمد المطلوبة مع التوحيد مع السورة المطلوبة اديت فات شرطها اكو شيء مرتبط مرتبط وي القراءة اللي هو الطمأنينة هذا رح وما في مجال يدارك يقول اقف مثلين وما اقرأ الدارك الطمأنينة لا الطمأنينة بروحة تدارك ولا الطمأنينة مع القراءة هذان شيئان مترابطان خلص فاتت الطمأنينة من دون تعمد هي كلها نركز عليها نسيانا وما في مجال للتدارك وما فاته ركن خلص يستمر في صلاته ولا شيء عليه لا الرياء يختلف الرياء هو بذاته مبطل للصلاة الرياء من الأمور المبطلة للعبادة أي عبادة مبس الصلاة ممكن واحد يقصد بالعمل شيئا غير الرياء مثلا أمر مباح يقول الكلام الجملة يقولها حتى ينبه فيها شخص مثلا إذا قصد بها القربة قال أنا رح أقول الله أكبر حتى ينتبه ذاك الطرف إذا سأله أنت ليش قل الله أكبر هو قل له قل له وخر يقول شون قل له وخر إذا قلت له تخرب صلاتي هاي محطوطة بفكرة فهو من يقول الله أكبر كأنه في ارتكازه أجيب ذكر حتى هذا الطرف ينتبه يعني هذه مسألة لطيفة هي أحيانا يجي تشكيك يقول أنت إذا قعد يصلي وشفت واحد طفل كذا رح يطلع للشارع قلت الله أكبر هذه الله أكبر ما قلتها لله عز وجل قلتها حتى تنبه الطرف لا قلتها لله عز وجل الدليل الدليل أنه لو نسأل ليش قلت الله أكبر شان قلت له امسك هذا الطفل يقول شون أنا أقول أمسك هذا الطفل متخرب صلاتي فهو الله أكبر قالها حتى لا تخرب صلاته يعني أكو في فكرة شيء أنه أجيب ذكر لله عز وجل وبالتالي هذا الذكر يكون تنبيه يصير داعي على الداعي أموما محل الشاهد صار لنه الآن ثلاث تقسيمات إما الدخول في ركن اللاحق أو الانتهاء من الصلاة وإتيان المنافي أو فوات محل التدارك في هذه الفروض الثلاثة إن كان الفائت ركن الصلاة باطلة إن كان شيئا غير ركني الصلاة صحيحة وصلى الله على محمد وصلى الله اشتركوا في القناة